سائل يقول انصحني يا شيخي واجعني مثل ولدك طلقت مرأتي بسبب خيانة زوجية واضحة وحكمت المحكمة لصالحي ولما أردت الزواج خطبت فتاة أخرى وبعد أن وافقت ووافق أهلها زارتهم طليقتي وتحدثت عني بالسوء الأمر الذي جعلهم يرفضونني بعد أن وافقوا وحددنا تاريخ الفاتحة وهكذا كلما خطبت مرأة إلا وتتدخل هذه الطليقة لإفساد زواجي وقد أفسدت علي إلى الآن خمسة زيجات خمسة زيجات فماذا أفعل يا سيدي حسبنا الله ونعم الوكيل أول حاجة قل حسبي الله ونعم الوكيل أنت طلقت إمرأة بسبب خيانة زوجية الله يتوب عليها ويغفع لها اللهم يتوب عليها ويغفع لها يا رب اللهم أهدها أول حاجة التجأ إلى الله صلي ركعتين ألا بلك الدعاء عنده أهمية كبرى صلي ركعتين وقل له يا رب أهدي هذا المرأة يا ربي بعدها من طريقي يا ربي أبعدها من طريقي وارزقني زوجة صالحة هذه اللولة أرمي الميل افتحاء إلى الله ثانيا ارفع دعوة قضائية ضدها لا تذكرت هذه حبة تخليك عازب حبة تدمرك خمس مرات وانت تخطب وهي تسمع معنتها عندها خيوطة داخل داركم عندها خيوطة هذه كانت عندك هي ردت خيوطة معا لي يحبوك ومعا لي يكرهوك ومعا لي يحبوكم ومعا لي يكرهوكم خيوطة معاكم معا جيرانكم معنتها رأي جيها الأخبار كيف هذه المرة تعرفش كلي خطبتها وش ما النهار الفاتحة وتروح في الوقت المناسب وتذكرك بسوء وهي مطلقة بالثلاث هذا ما تفعله بعض المطلقات أقول بعض المطلقات يعني لما تطلق تبدأ تنتقم إذا عندها أطفال تدير أولادها وسيلة للانتقام وإذا ما عنداش أطفال تجيبها مور هذا كراجل مورا مورا تتمنى تصيبه يعني مدمر محطم يعني ما تحملش تسمع به تزوج وبناحية من جديد ورزقه ربي بالذورية عليك أن ترفع دعوة قضائية هذا الذي أنصحك روح إلى الأمن وارفع شكوى وقفها في المحكمة باش بعد من طريقك حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته